في تونس نذكر سيدنا مستمعيني مزال التوكي التحقق بينا نظيف اليوم السيد حسن العماري عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة نيدا تونس والدكتور مونير الشرفي فوزي الشرفي القيادي بحركة المسار خبار مثل جلس صدر تتحدث على بطولات قواتنا الأمنية والعسكرية تم منذ قليل القضاء على إرهابي كبير إرهابي من الإرهابيين اللي شاركوا في عملية قتل وسحل الراعي مبروك السلطاني تذكرها تلك الجريمة القذرة اللي تم فيها فصل الرأس على الجسد اليوم قواتنا العسكرية والأمنية في ملاحقة لجحاف الإرهابيين في عقر دارهم في الجبال يتم معناها القضاء على واحد من الإرهابيين اللي كما قلنا شارك في تلك العملية القادرة تحية قواتنا الأمنية والعسكرية إن شاء الله انتصارات تتتالى لأنه كما قلت معاركة مع الإرهاب هي حرب قد نخسر فيها بعض المعارك لكن الحرب النجم كان نكسبها نجي ونحكيه على أبرز حدث سهر جوء أسبوع هذا حكينا على اندماج حركة نيدا تونس وكتلة الوطني الحر وتم توزيع المسئوليات في ظل المعطى هذا الجديد اللي يصبح السيد سليم الرياحي الأمين العام لحركة نيدا تونس والسيد حافظ قاية سبسي رئيس للهيئة السياسية صحيح هو تم في بحر الأسبوع هذية معناها في آخر الأسبوع الفارت يعني هي صارت حسم في المشاورات هذية لأنه خليني نذكرك لطفيرة ما كانتش مشاورات مع الاتحاد الوطن الحر فقط منذ العطة البرلمانية فم مشاورات مع أحزاب أخرى بخلاف الاتحاد الوطني الحر منها مشروع تونس منها أحزاب أخرى تعرف بعد النتائج متاع الانتخابات البلدية يعني بين بالكشف انه آآ فم طرف سياسي يعني اللي هو حركة نهضة عنده مكانته آآ بعد الانتخابات الحزب اللي اللي يبقى على الأقل يعني آآ مشارك في تحقيق التوازن السياسي هو حركة نيديا تونس لكن آآ النتائج متبشرش بخير ومتبشرش آآ معناها للمستقبل نحكيه واحنا مقدمين على سنة سياسية بامتياز يعني ما يعني نتائج انتخابات البلدية ونتائج انتخابات ألمانيا أكيد لكم انتم معناها توقعوا أنه الحل في ادماج بعض المكونات السياسية الأخرى لإيجاد نوع من التوازن هو الحد الآن الدعوة مفتوحة لكل الأحزاب اللي تشبه الحركة نيديا تونس مناها تحزاب. ثم اللي رأي انكم بالعكس انتم بالإدماج اللي ساعة صار بينكم بالوطن الحر وبتوزيع المسؤوليات تم غلق الباب أمامه ادماج أحزاب أخرى. لا بالعكس آآ الرأي الأغلبي يعني اللي وين نقشنا يعني في حركة نيديا تونس في الهيئة السياسية الموسعة في انه آآ المؤتمر ان شاء الله يصير مناها كما آآ ننتظروا ناس كل يكون مؤتمر مناها شفاف وديمقراطي والمؤتمر يثمر يعني القيادة المنتخبة هذا يخلي الناس كلها اللي بيش تلتحق ابني دي تونس بيش يكون عندها مكانتها ويكون عندها معناها وزنها احنا اللي طالبينه اليوم هو توحيد صفوف معناها العائلة الوسطية الديمقراطية اكثر ما يوقف. ايه كله شعارات جميلة. اه. ولت معناها تقريبا تظاهي اللغة الخشبية. ايه. انتي اليوم عملت ادماج. اه. واعطيت المسؤوليات. واعدت سياغة معناها الهياكل اه الحزب هذي. حزب اخر سيدي نقول له مشروع تونس. اه. قول لي كان يجاي بش ندخل اليوم معاكم. ايه بش يدخل كيفاش. تعاودوا معناها اه توزيع المسؤوليات من جديد. ولا تخليوه موجود ككيان ينصهر داخل الحزب هذي. حتى يجي اه وقت المؤتمر متاعكم. لا مش مش بالصعوبة هذه راو. اذا كان اليوم معنا ايمان ومعناها الناس كلها مؤمنة. انه لابد من رص الصفوف وتغيير المشهد والمحافظة على التوازن السياسي. للتوزيع المسؤوليات راية تصبح امر ثانوي. ويصبح امر يتحكي فيه معناها بكل المقييس. خطر اليوم انت حاشتك حاشتك اليوم باش توحد القوى هذيها باش تنجم تدخل الفين واتسعتاش لانه المستفيد الوحيد من المشهد هذا. ومن تقسيم نيديا تونس. ومن تشتت هذي اللي قاعد صاير. هي المستفيد الوحيد هو حركة النهضة. عنده خزان انتخابي. تعرفوا الناس كل. عنده اه معناها موجود في كل ولاية الجمهورية. نفس الشي قتلك تقييمنا بعد انتخابات البلدية. اه الحزب الوحيد اللي ممكن نفس حركة النهضة في كل الدوائر الانتخابية هو حركة نيديا تونس. يعني اه فعطيني اليوم مشكون الحزب اللي والنتيج متاع الانتخابات بيينت هذا. اليوم اذا كان ما تتحدش الناس اللي قرابل بعضها واللي عندها معناها مشروع مشترك اراه اذا كان اه نجم نقوله شواء او عن ما انقذ الموقف المستقلين يعني في الانتخابات البلدية. اراه الانتخابات التشريعية تختلف تمام الاختلاف على الانتخابات البلدية. ايه لكن توني دا تونسكي خالد انتخابات متاع المانيا وانتخابات البلدية. كان المدير التنفيذي حافظ قاية السبسي والكثيرين يعتبروه اللي هو سبب ورمز الفشل. جو انتوما تندمجوا في حزب. اه. بتاع سيسليم الرياحي. اللي ما تخلج جملة لانتخابات البلدية. اه. كانكو معناها فشل مع تقريبا فشل لانه حزب مموثل البرلمانيين. وعاجز على انه يتواجد على مستوى البلديات في اعتباري في اعتقادي انا فشل. دونك فشل بلوس فشل كسكو ساب دوني. لأ من اه انت خزرت لها من المنظر هذا انا نجاوبك حاجة اخرى اليوم. اليوم انت عندك نظام نظام سياسي. اذا كان اليوم ما تشوف معناها فما مشروع اليوم قاعد يجهز سياسيا. انت رقته كانت من البرلمان. اليوم النظام السياسي اليوم يعني فما ما كان للحب معناها الحبينا ولا كرهنا. اليوم معناها احنا ممكن نجمه نختلفه. وتعرف موقفنا معناها كحركة نديا تونس من من النظام السياسي هذا الموجود حاليا. اما راه يعني العنصر او المؤسسة البارزة اليوم في في الحكم وفي السياسة هو البرلمان. يعني اليوم تقول لي عنده نواب. النواب صحيح في في حاجات تنجم تقول لي نايب عنده دوره التشريعي فقط لكن اليوم اختارت يعني النظام السياسي والدستور الجديد دستور الفين واربعتاش اختار انه البرلمان يكون عنده دور كبير في المشهد السياسي وفي اللعبة السياسية ككل. هذك علش نقول لك اليوم يعني انك تكون عندك كتلة بعدد محترم في البرلمان. هذا راه عنده قيمته وعنده دوره. راه يأثر آآ في البرلمان ويأثر حتى. نصوص وتشريع ما نحكو انا المواعي بس. ياخي دور البرلمان اليوم نصوص وتشريع. لا 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 نحكو على الاستحقاقات الانتخابية انتم اليوم اعادة الهيكلة على الهزب والاندماج هذا كله لاهداف اولا ضرب حكومة يوسف الشهد ومحاولة اسقاط الحكومة هذه قبل الانتخابات ثم قطع موقع من جديد للانتخابات القادمة يعني المشكلة شنوس يا حسن على الاقل انا نقول لك الشي اللي انه الناس اللي غادروا النيداء انتم حبيتوهم يرجعوا لنيداء وهم رفين الرجوع كان عندهم احتراز وجود حافظ قايد سبسي. اليوم ولا عندهم زوز احترازات حافظ قايد سبسي وسليم الرياح. وكأنكم قفلت القائمة وصار من الصعب انه تنضم لكم احزاب جديدة لانه شوفوا محصنها مرزوق وإلا آآ حسون الناس في يقول لك معناها آآ حسمنا في مسألة الالتحاق بالنيداء. كانت عنا احترازات على حافظ فصارت عنا احترازات مضاعفة بعد انظماء مسليم. ويطلع طوي حسون الناس في يقول لك كتلة الحرة والاقتلاف الوطني آآ يعدان قريبا اتفاقا كتابيا. يعني مفروض مضمضته من حكاية اسمها كتلة المشروع. هو بالنسبة للمفاوضات مع المشروع هي توقفت لانه آآ كانت فيما يعني آآ شروط وضعتها كتلة المشروع تونس. الشروط هذه مقاش الاستجابة لها. فكانوا رفضين تماما انه. كان زادا ثم انا فيتو من قبل السليم الرياحي اللي كان رافض رفضا قطعيا لمحصن مرزوق والمشروع عن تاعه. نجي وكسي دكتورونتي من حزب اعلن القطيعة مع حكومة يوسف الشاهد وقال تخلينا على المسادة هذه الحكومة رغم انه عندكم معناها وزير في حكومة يوسف الشاهد نحكو على السامير بالطيب. قدامي بلاق صحفي اللي خرجته انتما منذ تقريبا مدة. وآآ وفق معناها او بعد تجميد سامير الطيب مسؤوليته كمين عام للحزب اختار ان يبقى معه الحكومة وتخلى عن الحزب. ظل هذه من المعض الثلاثة قاعدين نشوفوا فيها في المشهد السياسي التونسي معناها في الانتقال الهزايا. كونه اه احزاب دخلت بستة واثمانين اه نائب تقارحها بخدسين. فما احزاب مش ممثلة اه في المجلس وتقارحها في حكومة وحدة وطنية. فما وزراء وقت للحزاب امتاحهم انسحبت من حكومة الوحدة وطنية خيروا يبقوا في الحكومة وتخلىوا على مسؤوليتهم. كل الوزراء اللي يقع معناها مقايفتهم بين احزابهم والحكومة خيروا 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 وقف حكم. وهذا ربما معناها اه جلب الحكم والسلطة معناها ربما اكثر شوية اقوى شوية من العمل اه التلقائي والنازية في اطار الاحزاب السياسية والديموقراطية مبنية على احزاب حبينا ولا كارهنا. احنا كحزم سار ديموقراطي اجتماعي اندخلتنا في اطار حكومة الوحدة الوطنية في 2016 احنا كنا على رأس الفكرة لحكومة انقاذ ومشروع انقاذ وطني بعد حدث بن جردان. جاءت حكومة الوحدة الوطنية بتمثيل كل الاطياف السياسية اغلب الاطياف السياسية والمنظمات الوطنية وقلنا هبة وطنية باش ننقضوا البلاد هذه ونمنعوا البلاد اه قبل ما اه تتراكم المشاكل. اه من بعد عام طلبنا تقييم العمل الحكومي طلبنا التقييم هذا ولكن مع الاسف اه في اطار الحزب متاعنا الامين العام انتعنا ما استجابش لهذا المطلب الاغلبي من المجلس المركزي اللي هو انتعنا اللي هو اعلى سلطة مين مؤتمرين. وفي المجلس المركزي الاخير نهر سبعة وثمانية جويلة 2018 اه قرر تلقائين سيد اه سمير طيب اه اه تخليه وتجميد تجميد اه ما معناها مسؤوليته كا اه امين عام حتى انتهاء مهمه الحكومية. ما معناه بعدها يرجع? بعد يقعد عزوه في المسار وعزوه في المسار والحديثي بقية. بعد يحبي يرجع تون شوفوا شو ظروف هذه الحبي يرجع فيها. انجم يرجع فيها. الامور قاعدة تشوف. الامور قاعدة تتسرع. والامور قاعدة تتقدم. والوضع متعاليوه. يعني الفارق انه سمير طيب معناها فيه. معناها. بخلاف يوسف الشاهد. هو اللي سارع بتجميد نفسه داخل الحزب. ونداية تونس هو اللي جمل يوسف الشهد. واحنا اعلمنا. واحنا اعلمنا. سيبيري. واحنا قعدنا معناها من ضبطين وقعدنا محترمين لهيكل متاعنا. خرجنا بلاغ صحفي اعلننا فيه كون حسب التصويت وقع في اطار المجلس مركزي. تخلينا على الحكومة هذه. اعتبارا معناها حكومة واحدة وطنية ولاية حكومة محصة حزبية وولاءات حزبية. وخرجنا شيء آآ يوسف الشهد يخير يخلي شيء سمير طيب معه كوزير هذا من حريته ولكن سمير الطيب معاشي مثل المصار في الحكومة الحالية. وهذا ما اعلمنا به رسميا رئاسة الجمهورية ورئاس الحكومة. واحنا اخذينا كل استقلالية القرار متاعنا وتعاطينا مع الحكومة هذه من خارج آآ وانتبعوا طلبنا برشة حاجات طلبنا التقييم فما برشة مشاكل في البلاد. نشوف الحكومة هذه مش قاعد تستجيب بما فيه الكفاية المشاكل الاقتصادية المالية الاجتماعية لقاعدة تعيش فيها البلاد وهذا قرار كل الطيف السياسي وحتى المجتمع المدني وحتى الرأي العام مقرب الامور هذية وكيف ما نشوفه اللي قلنا احنا فهمها تعطيل العمل الحكومي من شهر مارس من اللي بدأت مفاوضات على الكرتاج الثنين وقع تعطيل العمل الحكومي من اللي سيدة الجمهورية اقر في آآ آآ جوان اللي كونه اتخلى على ما صار آآ آآ كرتاج الثنين قلوفاء كرتاج الثنين وزاد اكدو الشهر اللي فات وثلاثة سبيع التالي في الآآ في الحوار اللي كانوا مع آآ آآ ماريه مرخازي قال لك معاش فما توافق معاش فما حكومة واحدة وطنية نعتبروا احنا معاش معانيين قام معانيين بالشأن معانيين بالشأن السياسي واحنا قلنا مدام القوى القوى المدنية موجودة والقوى الاجتماعية كاتحاد عام تونس والشغل واتحاد آآ الصناعة والتجارة موجودين يزمنا انه نكونوا مع بعضنا باش ننقضوا البلاد متعنا ولكن الحكومة اذي يخذت معناها مجرى اخر ونشوفوا دي قاعد يقع معنا شي مريب كونه معناها وزراء وصلت للحكومة بالاحزاب متاحها تتخلى على الاحزاب متاحها وتنكر الاحزاب متاحها وتقض في الحكومة دي هذا شي ما ينبيش بالمعناها بالخير وما يعطيه ثقة للمواطن سلسي في العمل السياسي اللي المواطن يولي لربما يشوف العمل السياسي انتهازية سلطة عاركة السلطة واحنا قلنا ماناش معانيين بالسلطة بالعاركة لما بين سيد وسيد مدير التنفيذي الاسبوع اللي فات في نيدا تونس قلنا ماناش معانيين هذي معركة الاشخاص ماناش معانيين بالها وما نحطوش مصلحة البلاد معناها اوتاج معناها رهينة بين عارك معركة شخصية يلزم الناس تتغذى بروح الوطنية بروح المسئولية ونمشي مبعثنا في الحكومة بش ننقذ البلاد روض تداول المؤشرات الاقتصادية والمالية في البلاد نشوفوا فيه نشوفوا كيفاش الاتحاد حتى وطلب الزيادة في الأزور على خطر الأجراء لم يكن خلطين على خطر يشوفوا التضخم سبعة ثمانية في المئة والشيء ما زال بتواصل نشوفوا حالة الدينار نحكيه على حاجات غلاء المعيشة وقت يلو نقوله للمواطن تونسي عندك سبعة في المئة تضخم يقولك لا مقاييش خلطين تقوله في الصحيح على خطر انا نشوف القدرة الشرائية متاعي والقفة متاعي والقراهة متاع صغاري والادوات المدرسية زادت بعشر خمسة عشر في المئة ما زادت سبعة في المئة هو مش يحس على خطر زادة الحساب اللي قاعدين فيه والكالكول اللي يقع فيه معناها تقع من مؤشرات اخرى انا يظهر لي اليوم معناها يلزم كل القواء التقدمية وتخدنا توا في في عام انتخابي تخدنا سيئة تلانسيت مشاهد تخدنا في عام انتخابي الناس قلق على تخم على الفين وتسعتاش ولكن الفين وتسعتاش هلبسوا خضوه بالطبقة السياسية هذه خيبة الامل هذه في الاربع عشرين هدوما نشوف كيفاش باش نمشيروا انا ندايا لكل قوات تقدمية يعني ايه ايه بديت وما تتصورش انه بتنجم تنبثق طبقة سياسية اخرى جديدة يعني والاسف مخدمناش على تكوين جيل جديد من القيادات السياسية القادرة على تحمل مسؤولية لا شفنا احنا سيلوت فيه شفنا كونه في الانتخابات البلدية شفنا مجتمع مدني خرج ثم قيادات خرجت في المجتمع المدني ثم الناس برجت واحنا نشوف في المصار كونه يلزم تاقع ربط ما بين المجتمع المدني واللي ما حابش يدخل للعمل السياسي الوقت الحالي والاحزاب السياسية اللي هي التاريخية ولا حتى حديث العمر ولكن ماشى في اطار مقامة الفساد ماشى في اطار الشفافية ماشى في اطار مش معقول كونه احزاب روك في شو تدخل الحملة الانتخابية وقت اللي ما عندكش حياتة على الادارة كيفاش بشمش المحكم الانتخابات هذه وانتي ما عندك ما تكلمش على المال على المال السياسي تدخل المال في السياسة وانتي ما تأكد وقت يتحكي لبيان المال السياسي داخل لكنه غير واقعي هذا واقع بلادك اليوم وما تتخيلش انت اللي في بضعة اشهر الجاية هذي مش يقع فيها تنظيف الادارة وتحييدها والقضاء على المال السياسي الفاسد وووو. ضروري على خطر. لا 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 مش نعمل انتخابات. مش نعمل انتخابات. ايه. لا لا مش نعمل انتخابات. ايه. وما هيش مش تكون انتخابات شفافة كما كانت الانتخابات السابقة. شفنا حتى الفين وحداش اللي احنا انتباهوا بها. مباشرة بعدهاها تقع اقالة كامل الجندومي رئيس الهيئة. انتخابات الفين و عبعتاش مباشرة بعدها تقع اقالة شافيق سرسار. ويعمل هاكي التصريح الشهير ويقول فيها ممارسات وضغوطات كبيرة قاعدة سايرة. مباشرة بعد انتخابات البلدية تقع. اقالة رئيس الهيئة العلية. اخي اخي هذا اكثر من هكه. هذا ما لس ننتقبلوه. shut up! همش ليها اداوات الرفض. اذا انت اليوم عندك طبقة سياسية لا تخدم البلاد بقدر ما هي متآمر على البلاد. اليوم الحرب اللي تشوف فيها والاستفافات والاندماجات والتحالفات كلها اعادة تموقع تمهيدا لعودة نفس الطبقة ونفس الوجوه في الفين وتسعتاش. هذا الخطر الداهم اللي خلينا احنا كتوانسة كمجتمع مدني كناس مواطنين عاديين ما ناشي معاولين برشا على الفين وتسعتاش. لانو التوازم ساكن في السنوات فيها. او همنهم بانو تصير الانتخابات وتوت تحصل الامور. تصير الانتخابات وتوت تحصل الامور. مشيهوا بكثافة في الفين وعداش. مشيهوا بكثافة في الفين وربعتاش. لكن مبعد التونسي خلاه كان ماشية تمطلة عليها الوعوع الوعود الكاذبة هادي. وشوفناه كيفاش في الانتخابات البلدي الناس تقريبا قاطعتها مقاطعة غير مسبوقة. خلينا قırd لديموقراتية اختر للديمقراطية على خطر المشروعية متاع الناس اللي بشتل عام 2019 اذا فما معناها نسبة عزوف كبيرة. عاي. باش كون فيها اشكال كبير. باش يكون فيها اشكال كبير وباش يصير الاشكال كبيرة ذاك. لاني كنت يا دكتور تحكي على الديمقراطية كقيمة وكمعناها منظومة كاملة متكاملة. في تونس احنا السياسيين. الديمقراطية ما دمت لا تخدمهم. وما توصلهمش للمنصب اللي حبوا عليه. بطبيعة الحال هم مستعدين يضحيوا بها الديمقراطية. الديمقراطية سلعة وخطاب وشعار يروج للداخل وللخارج لا اكثر ولا اقل. لكن عند الممارسة الحقيقية ترى الديكتاتورية في ابشع. مش كل كاكة يا سيدوطفيك. احنا في المصار باشا كاكة والمعتقدة عندي معناها متأكد ليكون في برصة احزاب الصغيرة هي ربما. على النخب التونسي باشي قويها. ساعت ان وحي تكبر حزب كيما حزب المصار ولا اي حزب اخر. يكبر يرجع هو بيدو لنفس الممارسات وكانه قدرنا. لا لا المصار ميرزعش الممارسات هذه. عبره متخلفها. اشهلا اشهلا اشهلا. احساس انه الاطاحة بن علي. والناس اللي كانت معارضة بن علي. ما كانتش معارضته يا خطر هو مش ديمقراطي. كانت معارضته لانه هو عنده الكرسي. وعنده السلطة. وعنده المغانم. وهذاك عليش. بعد الاطاحة به. خلينا نتكلم دود بالعليل. هذي كان النظم الدود بالعليل. ايه انتهاء. برك الله فيكم. ايه. شكل الله وسعيكم. ايه. مفروض الطبقة هذي كله ولي معاكم. اليوم مارستو الحكم على متداد سبع سنوات. ما مارس حكم. ما مارس حكم. هات. احكيو على المناظلين. ايه. اللي يشمارسوا الحكم باسم الشرعية. النظالية وباسم الشرعية الاستجنية. وباسم الشرعية الحقوقية. ها وين هزينا البلاد. هزينا البلاد. معناها كيفاش يقوله. اعطيناهم ديمقراطية وسلبنا من عندهم الوطن. كنت بكري نحكي قلت راه. اه الحصيلة متاع ثمانية سنوات اليوم ولا عنا شعب حر. حر بمعنى انك تنجم تتقبح. انك تنجم تسب. انك تنجم تعاير. انك تنجم تفضح. انك تنجم تعرض. بشرف الناس. باعراضهم. بنصمعاتهم كذا. هذه الحرية. وفي المقابل. شعب حر داخل وطن ساجين. وطن بسلسل. وطن يقاد تقود صفارات. وتحدد له السياسات انتها وصنة ضيق النقد الدولية والبنك العالمي. وغيره. هذه المحصلة المقلمة. واختي نشوفه رئيس دولة. يرجع من ارمينيا. متباهي. بكل امتين قالوا عليهم ماكران. من بعد نشوفه راجد الغنوشي. رئيس اكبر حزب في البلاد. يجري لسافير فرنسا. ويمدلوا يدوا ويقول له اخويا غضبين علينا ولا فرحانين بينا. وشو يقصد سيد ماكران واختي قال الكلام هذاك. هذية تعرفوا قطيش صار? صار في الجمعة. اللي احنا نحتاج فيه فيها بعيد الشوهة. بعيد الجالاء. اللي مفروض اخرج فيها اخر جند فرنساوي. اللي مفروض اخذينا فيها وكتملت فيها السيادة متاعنا. نلقاه زوز زعامان تاعنا. زوز الشيوخ متاعنا. يتمسح هنا على اعتاد رئيس فرنسا وسيفري فرنسا. باش يشوفوه شكور راضي عليه. وشكور لي معناها براه يسند فيهم ولا مش يسند فيهم. هاو كرامة توداس والتهان. كرامتنا احنا كمواطنين احياها. وكرامة الشهدان تاعنا بتاع بذنزرة وغيرهم. احكيوا على احمد البجاوي. احكيوا على العزيز تايجون. احكيوا على الطيب بن عليا. الناس عطاها تدموميات هلتونس. باش يخرج اخر جندي فرنسي. بعد نلقو قيادات في ثورة الكرامة يتوسلون رضاء الرئيس الفرنسي ورضاء السفير الفرنسي. بربي على الاقل. نراهم باب معناها قلة الاحياة انكم زلتوا تحكونا على ثورة الكرامة. تفضل سيحسن مسامحني. لا اسمح لطفي اما انت عطيت مشهد اه معناها شبهت مشهد بمشهد وهو ما يستقيمش. بصراحة معنا خليني نتفعل معاك. رئيس الجمهورية يظهر لي وقت لاحضر في ارمينيا في مؤتمر الفرنك فونية. ما كانش تلب هو من من رئيس فرنسا باش يشكر تونس ولا باش يشكر رئيس ولا باش يعني اه يتكلمها بالطريقة هذيك على تونس. يعني بالنسبة لنحنا. بالنسبة لنحنا. لا 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 شوف شوف. لا لا شوف لطفي اخويا. بالنسبة لنحنا اليوم اما خير. وقت لرئيسنا يمشي للمانا يمثل تونس خارج تونس. يقع ماناها الشكر ويقع ماناها آآ الاحتفاء بيه وإلا رئيسنا. الشكر ذاك ماناش ضدها اللي فرحنا بيها. مانا استعمل هاش هنا كورقة سياسية في تونس. وعليش استعملها. فاش استعملها رئيس الجمهورية. بالعكس الناس اللي ممكن حست شوية اني عندهم آآ يعني آآ اشكال ولا عندهم آآ آآ الميساج وصل لهم هما هما يتحملوا المسئولية رئيس الجمهورية ما عنده ما عنده حتى دخل رئيس الجمهورية جاء كان في مؤتمر معناها مثل تونس احسن تمثيل. احنا عشنا فترة اللي ولينا معناها في كل من شاركوا في في ملتقاء دولي ولا ملتقاء عالمي. معناها آآ اضحوك كنا في العالم في 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 ثلاثة سنوات ولا اكثر من ثلاثة سنوات ولا يعلموا فينا كيفاش نسلموا ولا يعلموا في معناها كنا اضحوكا خلينا نقولوا اليوم رئيس الجمهورية عنده صلاحيات وتمثيل تونس في الخارج وعنده صلاحيات يعني الامن القومي مجلس الامن القومي والشأن الامني هذو ما زود صلاحيات ناجح فيهم الى حد ما اليوم آآ ما نجموش ننكروا انه تونس في كل مكان تحاضرة في محفل دولي الا وكان معناها وجودها آآ متميز ووجودها معناها على القل مشرف للمواطن التونسي لانه في وقت المات تونسة ولو يحسوا بألم منهم يقولوا تونسة لانه واصبحنا نعيشوا في مشهد معناها تعييز جداً واصبحنا معناها آآ من هبة ودبة آآ 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 مانايا يتكلم على تونس من خلال مؤسسة امتاح هذا. في أخط بن عليس هسن كانوا المعارضين التونسة. آآآ يخرجوا للخارج. آآآ وياخذوا هكا مواقف من قيادات حل أوروبي ومانحين وحقوقيين ونزيرانجي وكنا نعتبره هذك وعلى أقل بن علي كان يعتبر هذك استقواء بالخارج. يبدو أنه اليوم في تونس رغم توفر مناخ الديمقراطية والحرية والتعددية وغيرها. وعنا معناها رئيس منتخب ورئيس حكومة مبافق على معناها حزب منتخب وغيره. رجعنا للألاقات الخارجية. نجم تنطيقون كارنتيسي حسن اللي روى المعركة اليوم في تونس شكون للينيان رضاء القوى الخارجية وتحديدا من فرانس على ألمانيا على أمريكا. شوف لطفي هذا موضوع وهذا موضوع. أنا كنت هل يحكينا حتى بكري شوية في الكواليس وانتي كنت تكلمت على ارتهان يعني ثمانية سنوات من الارتهان. أنا قد لك اكثر من هذا. أنا مشيت معك اكثر من هذا. قد لك روى الدستور التونسي وقت اللي سياغته. صيح ساغطه ايادي تونسية واللي احنا نعتبره بالنسبة اللي نحن نحرك نيديا تونس ما نشارك نيش فيه. ما نشارك نيش فيه وتعرف انتي موقفنا كانت معناها في الشارع وكان معناها شنية كان آآ صاير في نيديا تونس. احنا نعتبره انه فما فما توجيه فما صار توجيه نوعا ما وفما معناها آآ وضع آآ مخطط باش النظام السياسي التونسي يكون بالطريقة هذه. لانه اليوم اكبر مشكلة واكبر عايق هو النظام السياسي. اكبر معناها اشكال اليوم هو تفتيتها السلطة هذية. فما ناس يقولوا انه حانين للدكتاتورية وغير ما حانين للدكتاتورية. لا. احنا مخذينيش العصام الوسط. احنا يا اما كنا في نظام معناها رئاسوي وجينا مبعد كنا لا يلزم النظام اليوم يتفرط ويلزم يتفرق ما بين تلاثة رؤوس. وهذا. من النقيض الى النقيض. من نقيض الى النقيض. احنا اليوم الطبقة السياسية ما كانت جاهزة للنظام السياسي هذا نشوفه في دول اعرق منا واقدم منا ومارسة اه معناها الديمقراطية قبلنا بمئة سيني. ايطاليا على سبيل النفاء. ايطاليا اليوم شوف انت استقرار الحكومي متاح. ما فاماش استقرار حكومي. عليش? لانه نفس النظام السياسي اللي موجود في تونس. هو بيدو اللي موجود في ايطاليا. شوفنا النظام السياسي هذا الشعمال في لبنان. شوفك ايطاليا عندك مؤسسات تخدم وما تتأثرش برشا بالله. ما تتأثرش. اما احنا اليوم احنا اليوم فاما اشكال. قطلك من اول ما كنت نحكي معاك. قطلك لو فاما استفاف. حتى اليوم في اللي دارة التونسية. بعدك اللي صار وبعدك الضرب الكبير اللي صار معناها لله معناها آآ ما سماه وفي الوقت هذيك هام رموز الدولة العميقة وهام رموز النظام السابق وهام رموز النظام السابق اللي للي يوم ما زالت ناس معناها تتحاكم مرتين واللي ما صارش في حتى دولة. انت مبكري معناها قصينا حديثنا على الاستاذ احمد فريعة اللي هو اليوم يحاول بشي ساهم في الدورة الاقتصادية. والراجل هذا تحاكم هاو هاو اليوم من الحقوقيين اللي كانوا معناها صدعين لنا روسنا بل يخويوينهم اليوم في الحكاية هذه ناس تتحاكم ويخرج عدم سماع الدعوة. من من السلطة القضائية نعاود ونعملوله نفس الملف هو بيده ونعاود نهزوه للقضاء في اتار شنوه? في اتار معناها يلزم تركيع تركيع الكفاءات وتركيع الحوانية الحقوقية اللي تحكي عليها انتي ما تحدثش على قامة كي محمد فريعة وغيره لانها معناها تقبض وقت الدافع على ناس معيني الحوانية هذه نحكي على ثمانين في المية منها لتدعي الدفاع على حقوق الانسان هي مرتهنة لاجندة اجنبية نشوفوها وقت يقع ايقاف ارهابي تتجند كلها للدفاع عليه لانها مدفوعة الاجر هي تخلص بالرأس لكن تخلص على رأس الارهابي مش على بوليس تصوت مثلا كلها تراحة مسكين عند مواطن ولا على حتى مواطن عادي صار له معناها انتهاك سواء من الدولة او من غيره او من مؤسساتها او على حمد فريعة او على غيره ما تعنيهاش الناس هذي اختوى لتوى ما فهمناها الحكاية هذي هذي ناس مجمعيات شبكات مراكز تدعي او تشتغل تحت اليافة بتاع الحقوقية هم الناس اللي خلقوا الحقوق الانسان امريكان على فرانسيس على المان هاو نشوفو فيهم طوي كفيش يبيعوا في دم جمال خشقجي معناها تدفع السعودية يسكتو هما وتنتهي مسالة معاها حقوق الانسان ما تدفعش سعودية يخرجوا لها اليافة بتاع حقوق الانسان. يا لطفي اليوم التشتت زاد ارى والتشتت هذا اللي صاير سياسي والتشتت معناها العائلة السياسية هذي ارى هزاد عنده دور راو اليوم الانانية المفرطة اللي كل الانسان يحب هو اليوم يكون رئيس حزب ويحب هو يخرج في الاعلام ويحب هو يكون متصدر المشهد في حزبه. ياخي تونس اليوم ما استحق العدد هذا متاع الاحساب هذا الكل. يا فماشي صار ديباه فماشي نقاش كبير معناها في العمق وفي الفان اللي حكينا فيه راو المشهد السياسي هذا بالتشتت اللي صاير بميتين وويش حزب. هذا هو سبب من الاسباب اللي قاعدين صايرين فيه. هذا هو سبب في كره السياسة والسياسيين من طرف المواطنين. دكتور اه مطراشا ومن استقطاب الثنائي هذو معناها الثنائي متاع الفين وربعتاش وكاننا نسير نحو استقطاب ثلاثي النهضة اه الاتلاف الوطني اللي مرشحة باش تتحول الى حزب في الايامات القليلة القادمة. والنداء في صورته الجديدة صورة الادماجية ولا الاندماجية هذي. اه شوف باش نتاعل معاك خاطر الكلام اللي قلت وانتي نحب نتفاعل معها خاصة في النقطة الأولى فيما يخص الحزب السياسية. التعميم هذية الشامل على كل الحزب السياسية. الحزب السياسية كلها فازة والحزب السياسية كل هاي اللي ادت للبشهد هذية. وما داخل على الماء الصالح ولا لا. صحيح فما حزاب تنطبق عليها الواصفات هذية. هكذا الحزاب الفعلة يا رو دكتور. دعنا مئتين وعشرين حزب فما حزاب بانتحقيم. لا لا هذا لي ما فهماش مئتين عشرين حزب. نعفوا لي ما فهماش. نحكو على الاخذاء والترخيص. فاما خمسطراش عشرين حزب اللي هما معناها فاعلين في المراشة السياسي. وفما الدكاكين مع معناها منشورة ومضمنة. فما لعمل حزب ونساء اللي عنده حزب. صحيح. نحن نحكيه. هذك عليش. هذك عليش. هذك عليش. هذك عليش. عرسوا وجاب الصغيرات. وهم بعد تفكر. نحكيه. نحكيه. على على الحزاب السياسية الفاعلة اللي عندها النواب اللي قاعدة تقوم بعمل مواطني اللي قاعدة تقوم بالتأثير الرأي العام من ناحية السياسية واللي داخله في السلطة التنفيذية ولا في السلطة التشريحية. ها? بح الحزاب السياسية احنا في المصار الميزة متاعنا كونه معنا حتى اضطباط بالمال فست. وهذه ميزة من الميزة متاعنا وهذا كان لربما سبب من الضعف متاعنا. قاعدنا نضعف. تعرفون الحزب نضيف. ويقول لنا ما كونس قادرين تحكموا خطر حزب ضعيف. لا قادرين نحكمه. وقادرين نحكمه بنضاف على خطر نملو بالقيام في السياسة. وما نموش بالسياسة هذه كلها فساد وكلها مصالح وكلها ارتباطات معناها بالسلطة وبالكلاسة وكذا لا. فما القيام على خطر فما حد أدنى من القيم في السياسة. فما السياسة سياسوية صحية. فما آآ فما معناها آآ الألعاب صغار تقع في السياسة ولكن فما قيم في السياسة وإذا خرجنا من قيمة دية الباب ينفتح على المال الفسد. ينفتحها على الاختيار السياسة. ينفتحها كل شيرا وعشان ينتوقف. سيفوزي تسمحني نتعاف ساعلا معاك هنا. تفضل. يعني لمين العام اللي كان هو ماسك بحزب المصار. انا. ما كانش مؤمن به الشي اللي كنت قول فيه انتي. لا لا. مؤمن. كيفاش كان مين عام حزبكم هو. هابس نجاوبك هابس. اي. انا ما كان مين عام حزب. هاو اليوم نهارت لتحط في المي حك. شوف سحسن. ما بين منصبه في السلطة. شوف سحسن. ما بين قيم اللي هو تربع لها في حزب المصار. اي. هاو خلى حزب المصار ومشيت اه ومشي. نعتبر اهه. هو حر هو حر في خياراتها. هذا كان من عام راو كان هو اللي. شوفت لاشي نتكلي قلتك لو كلم جميل اما ما اللي تطهر من كرسي تتبديل لهم. لا لا اخي نكلم. فاهم الفاهم معناها المناورة بتاع سحسن فهمها لكن ما يشف انتيح فيها. انا انا نحكي معاك لحكيت على الموديد التنفيذي متاعكم لحكيت على الخطاب اللي قام به التهجم اللي قام به رئيس الحكومة مباشرة بتسمية الموديد التنفيذي متاع الحزب للحاكم. اه انا نحب اقول لكونوا الامين العامة حزب المصار تخل في الحكومة على قصة المصار وباسم المصار وتخلنا في حكومة واحدة وطنية. وبعد عام حزب المصار والهياكل متاعه قيمة المشاركة متاحة. شافت المشاركة دي معاش تجزم تتواصل. حكومة على اساس حكومة دي معاش حكومة واحدة وطنية ومعاش القائمين يحكم فيها. ان هذو النداء خلينانا المبايم تحم يا سيدي كملو حكم وارباحكم واحنا مش نكملو السياسة بصفة اخرى اللي هي من متماشية مع الاوصاف متاعنا وتصورنا للسياسة. فيها برشة تعافة في السياسة حاسبكم. سمحني سمحني سمحني. سمحني سمحني أنا اجت. بسرعة. بسرعة. ليس بجيتوا خطر لا. يعطيني الوقت سيروتشي. يعطيني وقت خطر. أنا سمعت برشة. سحسنا سمعتك انت برشة. خديت وقت وسن نشاعر معاكم شوية. الحاجة الثانية كونه سيد الأمين العام. جمد العضوية متاعكم من عام وقال بشغط الحكومة. قلنا الوقع. احنا مع ناس ثقافة طرد. ما طردناش من الحزب. ما جمدناش العضوية متاعه. فما ناس شوفها غلطة. انا ونشوفهاش غلطة. على خطر احنا السيدة داية سي سمير طيب قرب شغط في الحكومة. ورئيس الحكومة خليه في الحكومة. خد زاد الرئيس الحكومة كان يقول له الحزب متاعك خرجي مش عن روحك. الحزب الحكومة التنبشي متاعه هو نبذ كل الاتطاقات الموجودة في الحزاب السياسي باش يعمل المشروع السياسي متاعه. لا مش حقق وقت انت في السلطة. وقت في السلطة ما تستعملش السلطة متاعك باش تضرب الحزاب السياسية. ادخل في العمل السياسي. اخرج من السلطة. اعمل الحزب السياسي. ونافسني مباشرة. هكنا مشي معك. اما انتي احنا تحنا تحنا لمنة على النداء في الانتخابات البلدية. الخلط ما بين له بغتي ايطاء. كونه قلنا بعض الحياد الادارة في الانتخابات البلدية. كونه معناها الوزير يهبط بصيفة وزيره وبصيفة وندائي. رب ربي في اعرق ديمقراطية. يا مانيش في اعرق ديمقراطية. ما الناس في اعرق ديمقراطية. وترجع على المنضاة ثانية. صحية. شعمال استقال من رئيسة امريكيا. هذا ما كاننا في تونس. لا حضر. كاننا في تونس احنا خلقنا وبدعنا الديمقراطية. الاكزامبل هذي يتخذوا فيه راو غالط. هذيك في بلدان ديمقراطية عريقة. ما تحكي ليش على فرانسة وعلى امريكا وعلى وعلى انجلترا وعلى ايطاليا. هذو ما الناس عندهم مؤسسات مستكملة. وقت يخرج القرار متاع في فرنسة الناس تلعش منه. ويمشي يحاكم مارين لوبان ويحاكم ساركوزي ويحاكم كذا سنين بعد الانتخابات. والقضاء مستقلة. وين عندك هذا في تونس. عندك استقلية القضاء في تونس. سمحني. يا سيلوتفي سمحني. يا سيلوتفي. لا نجم نعملها ديمقراطية. نجم نعملها وبيش نعملها الديمقراطية. على خطر اللو برماذا كافضل نظام. خاف لن هذي نعمل ديمقراطية معاتش عنها وطن معاتش عنها بلاي. يا سيلوتفي. هذا. حتى العراق توافها ديمقراطية. يا سيلوتفي. انا نقول لك كون المشاكل اللي عنا توا يلزم الناس تستحفظ بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية. الديمقراطية عليها ثمن ومصار طويل. مازلنا في المصار الانتقالي. روما مازلنا. الديمقراطيات في الانتقالات في اوروبا. وقالها في امريكا اللاتينية دعمة عشرين وخمسة عشرين بالدعم المالي. سمحني يا دكتور ان يجيب لي في المثلة ذا. يعني نعتيك المثلة. شوروبا شرقية انظمة ديكتاتورية تحت اليوم. ايه. في شهرين ثلاثة البلاد شدت طريقة التنمية. لا اكثر اكثر شوية اكثر شوية اكثر شوية. سي 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 برا شوف امتاو نماذج في التنمية. خلنكمل دقيقة واحدة الكلمة تاها. انا ما اقول لك كون راو. انا ما نحبش الكلام هذي اثر على المواطنين واللي يسمعوا فينا يقول لك ما عاش فيما خير في السياسة. ما عاش فيما حتى حل في السياسين. والله هاد معاش مش انتخبنا. لا لا لстро نوضحوهم. معاش فيما خير في السياسة كيما قاعدة تعملته في تونس. ما عاش فيما خير في faithful السياسيين اللي يجرب نهم 20 سي. وهذاكيعة الشيقة. و likesانه قلت يا ناس اكرموا له ه exhibكم. خذي مع فرصتكم باسم النظار وباسم الشرعيةوبizaçãoو باسموا وباسموا وباسم Aualtung. المفر 이분 هو ما ادخمونا قيادات جديدة. اعطونا جديدة بتاع زعامات. عندكم برشا شباب وانساء ورجال. تراوا فيهم القدرة على انهم غدوا ينجموا يقودوا لبلاد دي. نعطيوهم الفرصة. يزي بارك الله وفيكم نظلتوا طيحتوا ابن علي. مفروض من وقت هاركوا مشيتوا على رواحكم. بقيتوا توا بعض تحول الى شخصيات فولكلورية كي تشوفها تتحدث معناهم بصراحة سخفك. انا قلت لك سيدواتفي انا انا معاكم الفكرة هذية كونه الطبقة السياسية عندها وقت. وقت معين. مدة سلوحية. ما تشمش كونت صالح لكل زمان لكل مكان. هذي حاجة واضحة. السلوحية متاح وفات. يلزم تطلع طبقة سياسية. شوفناها في الانتخابات البلدية. واحنا قاعدة نسعى وكاحزاب ضعيفة الحال. ضعيفة الماديات على خط المزاة على المبادي متاحها. ويلزم المواطنين يعطيوا الفرصة للاحزاباتية باش تبرز. لو كان جاء عنا خربة خمسة نواب تاع المسار. في المجلس. اهو نقول لك او المجلس يتغير. يا اخي. كيفاش تغير الدستور. كيفاش تغير الكتلة الكتلة الديمقراطية. خمسة حزاب من من الخطب الديمقراطي الاجتماعي. مع الجمهورية معا كده ثلاثين في الكتلة الديمقراطية غيرنا الدستور. الشعب اخرجوا غير الدستور وغير المسار في في شكر العيد. لكن كحزب انتو مزيدة ربما كاركم تعملوا المياك والبا متاعكم. صحية. صحية. نخرج عليكم واحد كما فاضل اموس. صحية. يمشي تقدم البلدية ترينا بصيفها مستقلة. صحية. عندك الحق احنا في الطبقة السياسية ما نعملوش بما فيه الكفاية المراجعة متاعنا والمياك والبا متاعنا وكل غلطنا هيا. واللي غلط اليوم يخلي البقعة حد اخر. هذا مزاد مايش في الثقافة متاعنا. صحية. انا معاك في الفكرة هذية. لكن انا ما ننجمش. معناها نرهن كل المشهد السياسي في اطار ديمقراطية ناشية. وانت حكيت ساعة على الكشوف دي. انا يا اخوي تونسي. وبالصعوبات اللي عنا في تونس. وبالكل اللي عنا في تونس. والصعوبات اللي عنا. ومخش من البلاد. وانا طبيب. كنت نجي نخرج. ونهاج ونخرج. وقعت بالبلاد متاعي. وقيت فرنسا ورجعت هنا. وما مشيتش. وانا فخوري انا تونسي. فخوري والحمد لله اليوم منيس سعودي. كل احترام للاخوان للسعوديين اللي قاعد انا. انا فخوري انا تونسي. في طنبك الديمقراطية عندك زوزق ديالات سياسية. صحيح. انا جيتك يا سلطفي. احب اقول لك انا فخوري يانا تونسي. ولكن انا. انا مصر. انا مصر على كونه قضية سكر بالعيد المجبنهاش اليوم. وقضية الاختيارات السياسية على سكر بالعيد محمد البرامي. واصمت عار على الانتقال الديمقراطي التونسي. والكلام اللي خرجت بيها هي ادي الدفاع. الاسبوع اللي فات. كلام مختر. وينو رئيس الجمهورية? وينو رئيس الحكومة? من تفاعلهم على على كلام يمس امن الدولة رو. هزا مش هزا جهاز. خرجنا بيان. هاو نعطيك البيان متاعنا. خرجنا البيان. وحكينا فيه. كونه نستغرب الصمت المريب للمؤسسة رئيس جمهورية ورئيسة الحكومة. والمعطيات الخطيرة التي تدورت بها خلال الندوة الصحفية لجنة الدفاع على سكر بالعيد. وهذا كم من الوعود الانتخابية بتاعي جمهورية. بشيكش بحقيقة. واكثر من هذا سي لطفي. خليني نقول لك انا البارح الذكرى السادسة اللي وفات مرحومني ديتونس لطفي نقض. واللي معروفة الاطراف اللي لحد الان تحتفل معناها باغتيال وسحل لطفي نقض. اما زاد اراه اليوم انتي تجي عندك باب كامل سلطة قضائية سلطة قضائية مستقلة. اليوم زاد اراه فهما اشكال المناكي تحقي. ايه علاش اه الجبهة خرجت معناها البحث والتقاسي وخرجت الوثاقة ذيكا كلها. الوركم ما شفنا حتى تحرك في من خسلت في نقض وخلينيها المسألة قضائية. المسألة قضائية لانه فما لجنة الدفاع لانه مش نفس كيف كيف. فذاك الاختيار سياسي الناس مجهولة وفما تشعب في قضية. عدنتم اسهل. احنا بالنسبة لان احنا اليوم التعامل مع القضاء الملف موجود وشفنا معناها قيادات اليوم حتى في حركة الناسة كيف يبشي تدافع يعني عن الناس ذوما ورغم هذك يقول لك لا رو السيد رو وفاته وانتي تعرف الحيثيات يعني فما طبيب يقول لك رو وفاته معناها وهذه معناها وهو بحذين الدكتور فوزي يعرف اللي صار. وقعت تب الشرعي والتشريح امتها وقعت. معناها موضوع كبير. معناها انا معناك يقال هو راه اليوم فما معناها مشهد كامل مربوط ببعض ولطفي راه. مايش مربوطة كان بالحياة السياسية فقدته العمل السياسي. ليه ليه اليوم مرى وفما اذا كان ما يكونش عندك قضاء معناها متحمل مسؤوليته. اذا كان ما يكونش عندك اعلام زادة متحمل مسؤوليته. لانه هلنشوفه زادة فما اعلاميين اليوم ما هم بالاسف الشديد ما همش متحملين مسؤوليتهم. والمواضيع اللي تحكي فيها. انتي تعرف اليوم انتي حكيت على معناها اخراج طبقة جديدة. باش بش نخرجوها طبقة جديدة. اليوم الشباب نعرفوه كان في الحاملات الانتخابية عايش خوي. في كل الاحزاب انا متحمل سؤوليتي. انا خريج منظمات شبابية وودك اشافة ونعرف اليوم المنظمات هذيش قاعدة تعاني. ونعرف الشباب اش قاعدة يعاني. كيفاش تحب تخرجوه اليوم الشباب? اليوم الشباب ما تخرجوه كان في الحاملات الانتخابية. الشباب اليوم اداة متعامل. اليوم انتي شوف نسبة الاقتراع عند الشباب. فما اليوم خدمة كبيرة تخدمت من طرف الاحزاب ولا من طرف الاعلام على موضوع عزوف الشباب على الحياة السياسية. ما تخدم حد شي. بالعكس. حتى العزوف من البلاد انا. انمروا عليه مرور الكرام يا لطفي. لانه اليوم الشباب بالنسبة لنحنا اداة متاع عمل في كل الاحزاب. وادات متاع انه نعايتولو نعبيو بيه القاعات. نعايتولو باش يشارك معنا في الحاملات الانتخابية في اغلبية الاحزاب. هذا. هذا صاير. واضح. هبنخنو بكلمة كلمة على الجريمة اللي نكرها اللي تعرف ذلها جمال خشقجي. اه انه اه 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 معناها قيادات السياسية في الغرب امريكا واوروبا. ضغطت حتى خرجت الحقيقة معناها في ظرف قصير وقصير جدا. عنا احنا زوز اغتيالات توا تقريبا خمسة ولا ستة سنين. شوفنا معناها اه سيلونس راديو. لو انهار اسمعنا اه رئيس فرنسا ولا رئيس المانيا ولا اه شخصية امريكية. قالت بربي نحبو نعرفو اه اخر نتائج التحقيقات في اغتيال لبراهمي شكري بالعيد. واضح انه تونس ما تعنيش حاجة كبيرة لنا سادوما. اللي هما مفروض معناها حكمونا ومزالوا يحكمو فينا بليزونجي متاعا وخاصة بمنظومة حقوق الانسان. هكا والات. اليوم حقوق الانسان شوفوها تغيب واختي يتعلق الامر بضحية في السعودية وتصبح كما قلتانا ننتقلوا من مقولة النفط مقابل الغذاء الى مقولة الدم مقابل النفط. نسكت على الدم ونبتزك يا اموال نصف Sand I said. يمكن ان انا حبيت لتصبح الرأي في تقييمك لاربط تونسية للحقوق الانسان ومنظمة تونسية للحقوق الانسان للقيقات لا 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 نسهت الرابطة نحكي على الحوانيت وما أكثرها الشبكة أو بركز الرابطة مكسب كبير عنها الرابطة متأسة الرابطة رأي مؤسة وطنية ورأسة نظلية وين هو صوت الرابطة؟ تذاع اليوم وسط هذه الحوانيت الجديدة ابقى واضح واضح كونه فما ارتباطات سياسية كيف ما وقت ليمشي معناه وقت ليمشوه معناه رؤساء الدول الديموقراطية للدول اللي فيها الدكتاتورية في الصين يا سواء في العربية السعودية ولا في أنظمة أخرى يتعاملوا معها المصالح التجارية والمصالح التجارية والمالية هي اللي تطغى على الجانب هذه بطبيعة كونه ضغطه على السعودية ولكن خرج الترامب قال أنا بصفة واضحة عندي معاملات تجارية مع السعودية والسعودية حليفي وقت ليحاسي بي ضد إيران ما نجمش نسيبه طويل هذا كان يسقط لك أنا في الرغم من الصعوبات اللي نتعني كل أنا يخوي فخولي تونسي ديوم والحمد لله لكنت لني قطري ولني سعودي ولني من الأطياف هذه والحمد لله وأنا يجب أن نواصل رأسنا مرفوع في الأمور هذه على خطر صحيح كونه الاختيارات السياسية ما قاموش بها معناه ليشان دولية وبالرغم لكونه ظل اللجنة الدفاع قامت بقضية في الخارج أعطيك معلومة باش ما تطمينش برشا رأو لا أنا مش متطمينة عنا نعشد سياسي معروف برشا في تونس كان في الليامات الأخيرة عرضة لعملية معناها اغتيال تم إبطالها في آخر اللحظة غير ما نسمي هولك كم لحسن نختم معاك من مسألة الخشقجي هني آآ شوف آآ لطفي كيما كان آآ يحكي سيفوزي ودكتور فوزي رأو فما اليوم هانا شفنا معناها بعد الضغط في في الساعات الأولى آآ يظهر لي آآ الاتفاق معناها آآ هانا شفناه يعني آآ ما فماشي آآ لا تجريم ولا اليوم شفنا موقف ترامب وانتي كنت تقرارنا حتى في عناوين واحنا تتبعنا احنا بيدنا لنا نتبعوا في الشأن السياسي اليوم آآ الجانب هذا معناها في تونس آآ شفنا زوز اغتيالات وشفنا ندوة صحفية معناها فيها معطيات كبيرة ورغم هذا معناها آآ الناس الكلها وكأني عين شافت وعين ما شافتش احنا بالعكس احنا آآ اصدرنا في هذا معناها بيان مع الهائة الدفاع وقلنا انه آآ يلزم آآ التحرك تبقى للمعلومات اللي تقدمت لأ الغرب هذي اللي كما احنا خذيناها مثل وخلق لنا ديانة جديدة اسمها حقوق الانسان وبالديانة هذي اليوم يتم تكفير شعوب وقيادات وكذا اسقاط انظمة لكن شفنا في الامتحان امام البترو دولار والدولار تسقط الديانة هذيه وتتعرع على حققتها كيفاش عنا غدوة باش نصدقوا هالغرب هذيه واختي حاب يتعاطى معنا بملف حقوق الانسان يجب نعمل على الراحنا ونخدم ونعمل على الراحنا ونعمل على الراحنا ونحن نتقدموا في الاطارة هذيه ولا من عندها ولال حتى منظومة غربية ولا شرقية ولا اللي هي عربية ولا انجليزية ولا امريكية ولا اللي هي عن حقوق الانسان التونسي الناس كلها نترموها ندافو عليها ونقدسوها اما لا لتقبل الاملاءات من هكذا معناها حوانيت تشتغل لاجندات اجنبية خلى انه منظومة حقوق الانسان تحضر وتغيب انتي والمصلحة لطف انا نحب نختم بحاجة بحاجة ايجابية انا حبيت نحيي من خلال قناتكم البطل الاولمبية اللي وصلت اليوم معناها وكنت معناها من التزامي معك انتي خلاني ما نكونش حاضر معها الفتاة وفران بالخير بنت ما هي اصيلة اصيلة جابسي اصيلة جابس وبنت حيتضامن ومعناها وخريجة القاعة المغطرة حيتضامن نحب ان نقول للشباب التونسي رأي هذيك تنجم تكون معناها اشارة ايجابية فصحة من الامل رمز ايجابي اللي بنيها طلعت من مستوى معناها اجتماعي متواضع متواضع جدا ونحب نحيي عائلتها فردا فردا لانه عائلتها نحييه غفران بالخير ونحييه عائلة غفران بالخير لانها وقفت معها غفران بش تجعل منها بطلة ان شاء الله تكون عنا العديد والعديد من غفران بالخير مشارج اتأموا بها في المستقبل وان شاء الله تلقى غفران وغير غفران الاهتمام مبروك غفران على هالكلمة الحلوة والايجابية والتحية الطيبة وشكرا شكرا